اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة طبعا عملتها مش دخلت المطبخ بعد ما فطرت كده شغلت الغسيلة عندي دور غسيل فحطيته هو يشتغل هو مش كتير قوي فقلت يعني عشان ادخل المطبخ وبعد المخلص اللي ورايا ارجع انشوره في نفس الوقت مبقاش عندي غسيل موجود كتير تمام فشغل الدورة زي ما انتم شايفين كده وندخل بقى على المعركة بتاعتنا لهو المطبخ اللي ايه ستة طبعا فيكم ما بتخرجش منه لا لا انا بخرج على فكرة انا بخرج اعمل كل حاجة يعني انا بس بقف في الغداء وتحضرات البسيطة دي يعني الفطار والعشا ده بيبقى حاجة كده ايه اه الموجود لكن الاساسي هو الغداء فوالله بينا كده ندخل نشوف هنعمل ايه طبعا الفلوج اللي فات عملت معيكم الرؤاء ده فانا هنا بقى مجهزة حاجته عصقت اللحمة وقطعت خضار زي ما انتم شايفين كده وعملت كمان البشاميل عشان النوية اعمل معي لازانيا تمام ده الشكل اللي انا هستخدمها انا اللازانيا ما بس لقهاش بعملها كده بس بعتمد ان انا البشاميل اللي بخفيفه طبعا البشاميل اللي عملته حطيت عليه التوابل بتاعته اللي هو الملح والفلفل والكمون تمام وعملته خفيف وده اللحمة المتعصجة هنا شوحت بصلة وحطيت اللحمة عليها وبعد اللحمة بدأت تتبل معي كده حطيت عليها فلفل الوان والصلصة تمام وبرده بتبقى خفيفة مش تقيلة انا هنا هعمل اللازانيا طبعا من غير سلط تماما عشان انا مخفيفة البشاميل ومخفيفة الصلصة وعملتها طبعا معاكم في فلوجات كتير جدا قبل كده فانا هرس اللازانيا وبعد كده اوريكوا شكلها ونعمل مع بعض الرؤاء بصوا ده الشكل النهائي لللازانيا بتاعتنا واللي ما شافش اللازانيا وما يعرفش الطريقة هسيب لكم الطريقة تحت في اول صدوق الوصف عشان برضو البنات اللي حابة تعملها عايز اقول لكم تبقى حلوة جدا جدا من غير بقى ما تسلوقي وتنشفي والكلام ده هنسيبها بقى وندخل على الرؤاء صانية الرؤاء انا مجهز لها مع علاقتين من الزبدة وشربة عندي من امبارح تمام لو مش عندك شربة ممكن تعملي شربة كده سريع مكعب مرأ وعندك بقى شوية توابل فبتبقى حلوة قوي وعندنا طبعا فورماجو متزرلة لو عايزة واللحمة المتعصدة بتاعتنا تمام بما ان الرؤاء ده مش ناشف قوي فانا هعمل معاكم طريقة حلوة دلوقتي هو اننا هحاول قبلها شوية كده في الشربة مش كتير بل بسيط جدا 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 والزبدة هتتحط ما بين كل راء وراء بتاع الرؤاء علشان انا عايزة الرؤاء ما يطلع ما يبقاش معايا معجن ويبقى معايا حسن انا بكل حاجة كده مية لا انا عايزة حاجة كلها رؤاء رؤاء يعني عايزك كده تاكلي رؤاء يعني يبقى حاجة حلوة جدا فلو انت عامل الرؤاء ده وما نشفش معاك بالطريقة اللي هي الكافية فانت هتضطر ان انت تبليه بالشربة بسيط جدا عايزة اقولك بقى لو انت مش عندك شربة وقبلها مش عامل لحمة والكلام ده كله هتعملي القاتي هتجيبي كوباية مية وتحطي عليها التوابل اللي انت بتحطيه على اللحمة بالزبط وتجيبي قالب مكعب من الشربة قالب شربة من اللي عندك سواء بقى كان لحمة او فراخ او اي نوع انت بتستخدميه طبعا الموجودين في ايطاليا بيجيبوا شربة الفراخ الخضار انا هنا بستخدم الخضار لان يعني اللحم مش مستحبة يعني وكده احنا طبعا ما بنبقاش ضمنانها قوي فزي ما انتوا شايفين كده انا بالفرشة بتاعتي بدأت احط الشربة علشان الرؤاء بتاعي طريق نسبيا تمام وبقيت احط في كل طبقة والتانية زبدة زي ما قلت لكم عايز اقول لكم الزبدة بتفرق جدا في طعم الرؤاء تمام طبعا هتقولولي بتروسي كده ليه وبتقطعي منه طبعا ده الصانية بتاعتي ام مربعة وانا عاملها مدور فبالتالي بحاولنا انا اعمل الفتحات بتاعتي دي اقفلها كويس قوي تمام حين بقى هبدأ اجيب اللحمة واحطها في منتصف الرؤاء كده ممكن بقى تحطي عليها اي نوع جبنة سواء شيدر موزاريلا اه جبنة مبشورة برميجان اي نوع جبنة بتفرق جدا برضو في الطعم وبتدي الصانية الرؤاء بتاعك بتخليها غنية معاك جدا تمام وهنبدأ نكمل راس الرؤاء بنفس الطريقة اللي حطينا فيها في القاعدة بتاعت الصانية بتاعتنا بالشكل ده برضو الشربة انا مش هحطي كتير زي ما انتم شايفين بالفرشة بتاعتي بسيط جدا جدا وبردو طبقة من الزبدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده انا بقى خلاص خلصت طبقات بتاعتي من الرؤاء هبدأ بقى دلوقتي ان انا احط البيضة على اللبن بتاعي طبعا الزبدة كلها باخدها حطها على الرؤاء من فوق كده هكسر البيضة وحط عليها فلفل وملح فلفل اسود يعني وهقلبها كويس قوي دي كوباية لبن وحطت عليها فلفل اسود وملح والبيضة بتاعتي وهقلبها كويس قوي وهنحطها على صانية الرؤاء بحيس ان الصانية الرؤاء تشربها كلها ده بقى اللي هيطري معاك الرؤاء هيطري قوي وهيخلي الرؤاء تشرب كويس جدا وهيديها طعم رهيب في العادي احنا بقى كمصريين بندخلها كده الفرن بعد ما بنقطعها وخلاص على كده انا هنا بقى في الفلوك بتاعي هعمل لكم فيها تكاية بسيطة جدا بتفرق في طعم الرؤاء بتحس كده كأنك بتكلف طيرة شرقي محشية لحمة هقطعها الاول معاكو بالشكل ده تمام بصوا كده تمام انا قطعتها دلوقتي بقى هقولك على حاجة انا هنا مقطعة طمط ماية وفلفل الوان وبقدونة زي ما انتو شايفين مقطعة مكعبات بالشكل ده طبعا هنا عندي ارؤاء شرب البيض فبدأت ان انا احط الخضار بالشكل ده هكتفب كده لا طبعا اي بقى جبنا برضو موساريلا فايدة منك كده هتحطي عليها شوية حاجة كمان برضو هتبقى غنية جدا 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 في صنية الرؤاء دي هو ان انا هكسر بيضة كمان واحط عليها فلفل اسود وملح واحطها كمان على وش الصنية دي اللي هتديني بقى اللون وهتعمل مع البيتسا والطماطم والفلفل ده طعم رهيب جدا جدا زي ما انت شايفة كده هتدخليها بقى الفرن بتاعيك على درجة حرارة زي ما بتسوي في العادي انا درجة حرارة الفرن بتاعي متين قعدت في الفرن حوالي نص ساعة مش اكتر من كده هتطلع بقى انطلعها ووريكوا شكلها بجد تحفة وطعمها حلو جدا 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 جربوا الطريقة الرؤاء بالشكل ده ان شاء الله هتعجبكم بصو الشكل اللازانية طبعا بعد ما طلع من الفرن عايز اقول لكم طعمهم تحفة 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 وده كمان الرؤاء بالطريقة الجديدة اتمنى تعجبوا الوصفة تعملوا الوصفة دي يا بنات ان شاء الله هتعجبكم بجد طعمها خرافة هنروح بقى نتغدى الغدوة بتاعتنا وهرجع لكم تاني في حاجة انا اشتريتها حابة اشاركها معاكم عشان برضو اقول لكم رأيي فيها عشان لو حابين تجوها دلوقتي بقى ونهاية الفلوج بتاعنا حاب انهي الفلوج كده بمعلومة مفيدة لكل البنوتات اللي داخلها على الجواز وكل البنات المتجوزة وكل البنوتة حامل يعني ان شاء الله المعلومة دي هتفيدك جدا جدا اولا لو انت بنوتة او لو انت هي لسه حامل او انت عندك ستراتش ماركس في جسمك اللي هي الخطوط البيضة تقدري تستخدمي زيت اللوز الحلو طبعا في كل فيلوجاتي بقول لكم عليه زيت اللوز الحلو البنات الموجودة هنا في ايطاليا ده هنا شكله هتجيبيه من اي سوبر ماركت بتستخدمي بقى بعد ما تعملي سكراب بالجسمك تستخدمي بعد ما تعملي دوش كده يعني بصي عايز اقول لك نعومة وتراوة في جسمك بيبقى حلوة جدا 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 اي بقى بنوتة للسه والدة وعندها خطوط والعلامات اللي في جسمها ده برضو كويس اوي 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 البنات بقى اللي موجودة في مصد تقدري تجيبيه من عند اي عطار لو مش متوفر تمام وهتستخدمي حلوة اوي 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 تمام يعني عايز اقول لكم انا مش بقدر استغنى عنه ابدا يعني في كل وصفات بقى يعني تقدري تقولي بقى ماسكات اه بعد الدوش يعني حاجة كده من الاخر بصراحة هكلمكم برضو كمان عن ماركة يورسرين ان انتو شايفينها دي وده هنا والازازة دي اسمها اوليو ديتريجانت دوتشا دي بتستعمل طبعا عايز اقول لكم يعني ده هنا دوتشا عادي اللي هو زي صابون كده بتستخدميه وانتي بتعملي دوش تمام ده منه زيت ومنه صابون للجسم يعني في نفس الوقت لو انت بقى بتنسي من ناس تحطي الاوليو على الجسمك او ترطبي جسمك فده اتنين في واحد تمام وعايز اقول لكم برضو الملكة دي حلوة جدا جدا وهو ملوش ريحة تمام بس من خلال استخدامي زي ما انتو شايفين كده انا باستخدمه بقى لي فترة هو مش وحش ومش حلوة قوي يعني بس بيغني شوية عن ان انت لو انت من الناس ايه ده انا هنسى حط زيت فبتستخدميه مرة واحدة مكان الاوليو لو انت هتطلعي من الدوش وتنسي فانا عايز اقول لكم برضو هو حلو طيب يا ايا لو انا عندي مثلا اي نوع اي نوع شامبو عايز اعمله فيه يبقى اوليو دي تريجان تيجي باي نوع زيت انت بتحبيه سواء زيت اللوز الحلو اللي انتو شايفينه ده وتحطي على الاجازة بتاعتك اللي انت بتستخدميها الشاور يعني وتستخدميها حلوة جدا جدا بس ماركة يورسين معروفة ان هي حلوة قوي وكمان ده بي اتش خمسة فبيبقى معادل للجسم وبيبقى اي خطوط بيضة موجودة هو بصراحة بي مع الاستمرار بيبقى كويس قوي وعايز اقول لكم برضو الاوليو منه رهيب 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 في استخدامه الاجازة دي طبعا يورسين موجودة في الصيدلية بتمانية يورو تمانية يورو وعشرين شانتزم فلو انت بقى مش عندك الاوليو بتاع زيت اللوز الحلوة الاجازة دي ممكن تجيب الاتنين في واحد دي من الصيدلية على فاكرة بينزل عليها عروض كتير جدا جدا وممكن كمان لو لقتيها في السوبر ماركت هتيها لو انت بقى في مصر وبتابعيني وعايز اتعميلي الخلطة اللي انا بقولك عليها دي هتجيب اي ازازة شاور اللي انت بتستخدميها وتحط عليها اي نوع زيت طبيعي تحبي انت تستخدميه وتحبي تعميه بس انا طبعا للجسم كله بيبقى زيت اللوز الحلو من انضف الحاجات واحلى الحاجات اللي هتحوش لك اللي هي بتبقى موجودة في جسمك اللي هي الخطوط البيضة طبعا اللي كلنا بنرجع من الولادة اا عندنا يعني في جسمنا كلنا فدي كانت اا معلومة كده قبل مني الفلوج وحابة يعني اشارككم فيها ولو في تحت بقى اكيد منكم بتستخدموا حاجات ياريت تسوبوا لي تحت في الكومنتات اا عشان نستفيد كلنا وشوفكم على خير في فيديو جديد وفلوجو جديد ومعلومة جديدة ان شاء الله باي باي ما تنسوش اللايك اشتركوا في القناة